اهلا وسهلا اهلا بكم في حالة جديدة من جوة سيدالية معاكم العبد الفقير الى الله عمر ابو بكر طيب كتير من الستات والبنات عندهم العراض اللي هقولها دي لكن للأسف في ناس منهم عارفين سببها وناس للأسف لحد تلاقتي مش عارفين فالفيديو ده هيعرفه عندهم الدورة مش منتظمة بتيجي وتروح على فترات لما بتيجي الدورة بتكون غزيرة وبيتكون مؤلمة في اغلب الاوقات عندهم بيطلع شعر في اماكن كتير غير مرغوب فيها ممكن يطلع في الوش والدقل تطلع لهم شعر اسود شبه شعر الرجالة بيطلع لهم حب شباب بدون سبب تطلع لهم حب شباب وهم حتى كبر في السن عد ومرحلة المراحقة وزنهم دايما زايد ومهما يحاولوا ويعملوا دايت مش بيخسوا شعرهم بيتسقط بشدة خصوصا من قدام شبه صلعة الرجال الاعراض دي لو عندك سواء انت بنت او ست متجوزة وما حصلش حمل من فترة فاحتمال كبير جدا يبقى عندك حاجة اسمها تكييس الموبايد في الحلقة النهاردة هنفهم مع بعض يعني ايه تكييس الموبايد وايه اللي ممكن اعمله علشان اخلص منه وكمان ايه هي المكملات الغذائية اللي ممكن تفيد في الموضوع ده هنحاول لنخص الموضوع بشكل كبير لكن لو مهتم يبقى انت في المكان الصح واهلا وسهلا بيكي انا عمرو باكر ودي جوا السيدلية ويلا بينا نبدأ في البداية انصحكم جميع ان تروحوا اتفرجوا على فيديو جميل كنا عملناه كان بيشرح الدورة الشهرية ببساطة ودوره الهيربوناد في تحفيز البوايدات واخروجها من المبيض تمام المبيض بقى بيحتوي على ايه بيحتوي على عدم من البوايدات لما بوايدة منهم بتنضج بتطلع برا المبيض وده اللي بنقول عليه التبويض لكن في تكييس البوايد بيكون في كذا كيس من البوايدات الغير ناضرة يعني لسه ما اكتملش النمو بتاعها وده بيبان من التعبير اللي هو بولي سيستيك اوفري بولي سيستيك يعني كذا كيس الكيس ده مليان في مليان مية ومليان بوايدات لسه لم يكتمل النمو بتاعها فده بيبدأ طبعا يعمل مشاكل كتير جدا زي ما هنشوف الطبيعي لما البوايدة بتطلع من المبيض بيكون فيه احتمال انها تتخصب ويحصل حمل او لأ طبعا تحصل الدور الشهرين فلو ما فيش بوايدات اصلا بتطلع من المبيض مش هيبقى فيه دورة او دورة هتطلع بقى تيجي شهر وتروح شهر لان البوايدات لا يكتمل اللي موها بالدرجة ان هي تطلع من الاسباب كمان الرئيسية لتكايشه المبايض هو زيادة هرمون اسمه التستستيرون هرمون التستستيرون ده هرمون الذكورة اللي بيفروز المبيض في الطبيعي بنسب قليلة جدا 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 وليه دور كمان في انه هو يزود الرغبة الجنزية لكن التستستيرون ده لما بيزيد عن المسموح بيبدأ يلغبط الدورة ويبدأ يدي اعراض كتير جدا مش مرغوبة زي ظهور بوع سودة في الجسم ظهور الشعر الصلع وكمان بيعمل حاجة رخبة قوي اسمها مقاومة الانسولين وزيادة الوزن انا عارف انك عايزة تسأليني يعني ايه مقاومة الانسولين بس انا مجهز بك بدأ على السؤال ده يعني بتخفيش بص يا رشا مقاومة الانسولين هو الانسولين اصلا هو ايه الانسولين ده هرمون بيفرزو الانسان بيفرزو فيرزو منين بيتفرز من البنكرياس علشان يحرق السكر اللي موجود جوه الخلايا وبالتالي يمدنا بالطاقة ويمد الخلايا بالطاقة اللي محتاجاها عشان نؤدي وظيفنا الوظائف بتاعتها مع زيادة الوزن بقى والتعرض للتلوز والعوامل الجو وحاجات كتير زي التدخين واكل كتير نشويات وحلويات الخلايا مع الوقت بتتغير وبتبدأ ما تتأثرش بالانسولين يعني بمعنى اصح بتتنح كبر له وبالتالي لسه الجسم شايف ان في سكر كتير جدا جوا الخلايا فيبعت يبعت المخ اشارة يا جماعة طلعوا لي انسولين اكتر انا يحرق فيروح يبدأ الجسم بدل ما يحرق السكر يلاقي ان فيه كمية سكر كبيرة جدا وانا عايز احرقها فيبدأ يحصل ايه يبدأ يحول السكر ده بدل ما يحرقه ويحاوله طاقة يبدأ يخزنه كايه يخزنه كدهون خصوصا الدهون حوالين ايه حوالين الوسط بيه ده بقى يبقى فيه جناب وحاجات كده غريبة ده كان السبب التاني لتكايوس الموبايد طيب ايه هو السبب التالت سبب التالت لتكايوس الموبايد هو العامل الوراثي علشان اكون امين معاكم زي ما تعودت تكايوس الموبايد للأسف للأسف تأثيره سيء جدا جدا على المظهر على السنة على زيادة الوزد ظهور الشعر البقع السودا من ناحية تانية اه يعني نقدع دول ان تكايوس الموبايد للأسف بيعمل بيكون سبب كبير جدا في الاكتئاب وسبب رئيسي جدا في تأخر الحبل ده غير حب الشباب ده غير تسقط الشعر زي ما احنا قلنا من الامام تمام وده بيبقى سببه زادة هرمون التستستيرول لو هرمون ذو كورو طيب لو جينا نسأل دلوقتي ونقول هل تكايوس الموبايد يا سيد عمر ليه علاج قولك طبعا فيه علماء كتير جدا بيقولوا انه علاجه بس بالجراح ومالوش علاج تاني والادوية دي كلها فانكش والادوية دي كلها ما بيجيبش نتيجة وكله ماركتنج عشان انت وصلاد له تكسبوا فلوس من العالم الغلاب وهو ده فيه ناس كتير بتقولي الكلام ده وفيه ناس تانية بتقول لأ العلاج مبني على اسس عالمية جدا واحنا ممكن ندي علاج والعلاج دي يجيب نتيجة وناس كتير جدا وستاتاك كتير جدا نجاب معاهم نتيجة والموضوع دغاية طيب ما تيجي نتكلم مع بعض كده في فكرة العلاج وايه الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها للعلاج نقدر نقولي لأول خطوة واهم خطوة في العلاج هي علاج مشكلة زيادة الوزن ومشكلة مقاومة الانسولين واحنا هنا لازم نشتغل ان احنا نقلل نشويات ونعتمد ان احنا نحرق الدهون ومن وجهة نظري افضل طريقة افضل دايت انا اعرفه حلو في الموضوع ده هو الكيتو دايت اللي هو الامتناع الكامل عن النشويات ويبدأ الجسم يتعود ان هو يحرق دهون علشان يمدها بطاقة فالجسم طبعا يبدأ يخس وتقل افرازات الانسولين وطبعا مع الجوع او مع الصيام المتقطع تزيد الجروث هرمون والجروث هرمون لما بتزيد طبعا ده بيضاعف معدلات الحرق وبكده الستة تقدر تخس بسرعة ويبدأ موضوع التكتل والمقامة الانسولين دا يقل بشكل كبير جدا ويبدأ ما يبقاش فيه المبيض متكتل فيبدأ المبيض يتصرف بشكل طبيعي بس مع الكيتو احنا محتاجين ناخد شوية مكملات غزائية علشان تزاعد المبيض انه هو يرجع يشتغل ونزود فرص الحمل باذن الله محتاجين ايه محتاجين حاجة اسمها الاولوسيتول الاولوسيتول دا هو من مشتقات فيتامين به ولكن هو مش فيتامين اصلا دا بيساعد بشكل كبير جدا انه هو يساعد الجسم في انه هو يتخلص من موضوع مقامة الانسولين هتلاقوه في حاجات لوحدها وهتلاقوه في حاجات تانية يمكن اشهر حاجات اللي موجودة وهي حاجة اسمها الاوفا كيور طبعا انا من الناس اللي بنصح جدا بالرياضة لان 30 دقيقة رياضة او 30 دقيقة جري مع الكيتو دايت او حتى مع لو كرب مش كيتو دايت بيزود الحرق بشكل كبير جدا يبا احنا اقولنا اول حاجة في العلاج ان احنا نساعد ان احنا نخسس الجسم ونساعد ان احنا نقلل مقامة الانسولين تانية حاجة في العلاج احنا محتاجين نزود تدفق الدم والدور الدموية لمنطقة الحوض وان احنا نزود الطاقة اللازمة لانتاج البويضات ونساعد البويضات دي ان هي تنطج تنطج تكتمل نموها يعني ما علينا ايه الحاجات اللي بتعمل الكلام دا عندنا اهم حاجة بتعمل الموضوع دا هو الالارجينيل الالارجينيل يساعد في تخليق الاكسيدي النيتريك ودعمل على الحاجات اللي بتدي طاقة حلوة جدا سواء مع الرجل في مساعدة الخاصة ان هو ينتج حيات ملوية ومع الست في انه يساعد ان هو يخلي المبيض ينتج البويضات من الحاجات الجميلة جدا اللي بتدي طاقة وكمان مضاد الاكسيدي ومحتاجينها بشكل ضروري جدا هو الانزيم المساعد عشرة هناخده بتركيز كام هناخده بتركيز متين ميلي جرام في اليوم هناخد كمان بيتامين سي اللي هو بتركيز الف ميلي جرام في اليوم وما ننساش طبعا لازم ناخد الاميجا ثري لان الاميجا ثري من الحاجات الحلوة جدا وقوية جدا مع تكيز الموبايل الحاجات دي نركز عليها ولازم ناخدها لازم ناخد انوستول لازم ناخد اوميجا ثري لازم ناخد كونزيم كوتين ولازم ناخد الالارجينين وناخد معاهم فيتامين سي خمس حاجات لازم ناخدهم لازم نستمر عليهم مع ايه مع كيتو دايت ومع صيام وتقطع ومع اننا نلعب رياضة ولو 30 دقيقة مشي او جري 8 حاجات دول بمشيئة الرحمن في خلال 3 ل 6 شهور يخلصوك من كل الاعراض المؤرفة اللي عندك بسبب تكييس الموبايد طبعا في ناس هنا هتسألني على دور الميتفورمين وعلى الكلوميد وعلى الحاجات دي هلاخد ميتفورمين اقولك لا مداخدش الجلوكوفاج بيعمل اعراض جنبية سيئة جدا وال8 حاجات اللي انا قلتلك عليها مش هيخوليكم محتاجة حاجة الكلوميد انحنا ممكن بعد ما نعالج بعد ما ناخد الحاجات دي 3 شهور ممكن نبقى نستخدم الكلوميد وان شاء الله مش هنحتاج نستخدم الكلوميد تماما لو في عندنا لغبطة في الهرمونات وعندنا زيادة في هرمون التستستيرون والهرمون الذكورة فاحنا بناخد في انواع معينة من حبوب من الحم لما بناخدها بيكون معاها حاجة بتكسر هرمون التستستيرون زي حاجة زي اللي موجودة كانت في الديان 35 ده كان بيكسر اصلا هرمون التستستيرون وكان بيساعد على موضوع لغبطة الهرمونات الحاجات اللي موجودة في السوق انا واحد من الناس هتقوليلي اشتري الحاجات مع بعض ولا اشتري كل حاجة لوحدها اشتري كل حاجة لوحدها لان هي ارخص واحسن وكواليتي اعلى والقيمة كمان اعلى بكتير ولكن لو حابين الحاجات الانواع اللي موجودة في السوق عندنا حاجة اسمها عندنا عندنا وانواع كتير جدا وللأسف فيه كتير جدا حاجات كتير غالية جدا 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 ولكن تأثرها مالوش اي لازمة تمام فما تنخدعوش في الارقام والاسعار والترشيحات بتاعت الناس انتوا اعرفوا الفكرة انا قلتلكوا على الفكرة وقلتلكوا على ايه الحاجات اللي بتشتغل وبتشتغل ازاي هتوها من مصدر موثوق فيه وبس كده ان شاء الله اشوفكم على خير وقلو لنا وجربوا العلاج او استشيروا حد بالله احنا بنقوله وقلو لنا رأيوكو وقلو لنا ايه تجرباتكم مع تكايز الموبايد ولو كان حد كان عنده تكايز موبايد وخد علاج قبل كده يقول لنا برضو هو عمل ايه او عملتي ايه يستي الكل بس كده دومتم في نعمة دومتم في صحة دومتم في فضل من الله شوفكم على خير في حلقة جاية من جوه السيدلية كان معاكم المفروض تبع عارفيني دلوقتي عمرو ببكر سلام اتمنى يا رب الفيديو عجبكم ويقدم لكم حاجة مختلفة وتعبنا يا رب ما يروحش على الفضل لو نفسك تدعمنا وتساعدنا في الموضوع بسيط جديد كل اللي عليك تعمله انك تعمل اشتراك او سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس علشان يوصل لك كل جديد بنقدمه اول باول بسندول وصف كمان هتلاقوا لينك لحساباتنا على السوشيال ميديا كلها اعمل لايك وفلو لقاء المنا بيكم بكبر وبيكم بتشرف بالمتابعة شكرا جزيلا عمر أبور